كلنا المفروض نتوقف جميعاً أمام الحالة ديت الحالة المصرية ديت واللقاة اللي كانوا موجودين في الفترة ديت سواء كانوا عندنا أو حتى كانوا في إسرائيل وهو ده اللي خلى أنا بقول لو يعني طبعاً يمكن كتير من اللي بيسمعوني معاشوش ممكن تقرأ عن الموضوع ممكن تقرأ عن الحالة وده كويس لكن في فرق أنك تقرأ عنها وأنك تعيشها لكن أتصور أن اللي احنا بنشوفه دلوقتي من صراع واقتتال وحالة من الغضب والقرهية كان بشكل أو بآخر موجود في الوقت ده على مستوى المنطقة بالكامل إزاي يتجاوز القائد أو القيادة في الوقت ده في مصر وحتى في إسرائيل ويتعامل سلام ينهي حالة الحرب ديت أنا بقولي كلام دي دي الوقت لأنه مهمة قوي لأنه يمكن نكون بنشوف أن مصر اللي هي موقف سابت ما تغيرش هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية هو كل اللي بنقوله إيه؟ بنقول أننا الشعب الفلسطيني من حقه أنه يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وأنا أستطيع أن أتكلم مش بس باسمي وباسم مصر أنا ممكن أستطيع أن أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية هذا الأمر لو تحقق سيفتح أفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل على مستوى الإقليم القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر